ومن جهته وزير الداخلية نوردين بدوي أكد أن لقاء الحكومة بالولاد فضاء لتقييم مهام كل طرف على ضوء نقاط محددة وأشار أن الإطارات والكفاءات في كل المجالات لابد أن تعطى لها الفرصة محليا ولم يخفي بدوي أن لقاء اليوم يأتي في سياق ظرف اقتصادي صعب تمر به الجزائر لكنه أكد أن الجزائر أو نفى أن تكون الجزائر على حافة الإفلاس وأنها تستطيع تجاوز الأزمة إذن جدول الأعمال هذا اللقاء سيركز على مسألة تحسين ظروف الاجتماعية والاقتصادية من خلال بعث التنمية المحلية نتعرف على كل هذا في تقرير طهر بن سين ما يزال شبح الأزمة المالية جراء الصدمة النفطية يؤرق السلطات العليا في البلاد صدمة وضعت الحكومة في رحلة البحث عن مصادر لخلق الثروة بعيدا عن عائدات النفط هو ما تبين من خلال توجه الوزير الأول عبد المالك سلال إلى عقد لقاء مع ولاة الجمهورية في مسعر إنعاش الاقتصاد عبر تفعيل المداخل المالية محليا وضع المالي يعني العصيب الذي تمر به البلد يضع الجماعات المحلية بصفة خاصة يعني ولايات وبلديات في حرج كبير جدا وهذا الحرج لابد له من مخارج يعني معينة أعتقد أن هذه المخارج التي تبحث عنها الحكومة الآن لن تكون إلا بتفعيل بتفعيل سواء المجالس المنتخبة المحلية وكذلك تفعيل دور الولاة ليكونوا أكثر إيجابية وأكثر مسؤولية في تحمل الأعباء الموجودة يعني حاليا دفع أكبر للجباية المحلية لتحصين الوضع المالي للمجالس المنتخبة على مستوى البلديات هو ما ينتظره المنتخبون من لقاء السلال بالولاة بهذا في تحصين الظروف الاجتماعية والاقتصادية هذا اللقاء نحن كروساء مجالس الشعبية البلدية ننتظر منه إجراءات عملية واضحة دفع أكبر لعملية الجباية المحلية لتحصين الصحة المالية للبلديات حتى نتمكن من تلبية حاجيات المواطن تخبط حكومة سلال في إيجاد حلول ناجعة لتجاوز مخلفات الصدمة النفطية على الاقتصاد الوطني وضعت الجماعات المحلية على رأسها ولاة الجمهورية في عين الإحصار فهل سيفرج اللقاء المرتقب عن حلول جدية من شأنها تجاوز هذه الضائقة المالية التي تمر بها البلاد